أن تلعب الكثير من البطولات بشكل متتالي ليس شيئا سهلا وجسمك سيتأثر لذلك الأمر يتعلق أكثر بالحفاظ على الثقة بالنفس وأنا سعيد جدا بالفوز هنا في دبي ضد لعب كبير مثل أندري وكذلك ضد لعب كبير آخر هو جوكوفيتش طبعا لم تكن مباراة سهلة اليوم ودائما ما تكون صعبة أمام أندري لكنني سعيد بأنني كنت أفضل منه وفزت باللقب حاليا كل أملي هو مواصلة الفوز بالمباريات وهو الطريق الوحيد للفوز بالألقاب لدينا الكثير من المباريات المقبلة ونحن الآن نتوجه لبطولة إنديان ويلز الأمريكية وهناك أيضا بطولات أخرى تأتي بعدها هذه هي لعبة التنس على كل حال بطولات متتالية طبعا ليس بمقدورك الفوز بها كلها لكن ما علي فعله هو محاولة الفوز ببعضها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر